وصفت شبكة CNN مستوى ثقة الأمريكيين برئيسهم جو بايدن بالسيء فبحسب نتائج أربعة استطلاعات أجريت لدراسة الرأي العام وصل مستوى ثقة ببايدن إلى 41% هذا الأسبوع فيما وصلت شعبيته عند مستوى 33% فقط لكل مشكلة سبب والسبب برأي فوكس نيوز في تدني ثقة الشعب برئيس أقوى بلد في العالم يلخصه هذا المقطع من مقابلة حديثة لجان ساكي مع زميلاً سابق لها في البيت الأبيض إبان عهد أوباما إذا لم تكن مهمة الرئيس الأمريكي السفر إلى كييف لإثبات الوحدة الغربية وجديتها في دعم أوكرانيا كما تصابق قادة أوروبا بزياراتهم إلى هناك فما هي مهمة الرئيس الأمريكي؟ وهنا السؤال الذي شغل الأمريكيين في الفترة الأخيرة وربما أفقد بايدن شعبيته من بالضبط المسؤول عن اتخاذ القرارات في البيت الأبيض إذا كان الرئيس الأمريكي لا يستطيع التعليق على أمور عدة عند توجيه الأسئلة له كرده هذا على سؤال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أو أن السبب في أن الأمريكيين يلتمسون سياسته الخارجية غير الناجحة كما تقول شبكة فوكس نيوز لكن السبب الحقيقي في تدني شعبية الرئيس الأمريكي قد يكون داخل الولايات المتحدة وتحديدا على هذه الملصقات المنتشرة في محطات الوقود الأمريكية التي يظهر فيها سعر لتر البنزين المرتفع إلى جانب صورة بايدن ونص يقول أنا فعلت ذلك مكرم حناوي العربية